ينضم معنا موفد الإخبارية خالد الربعي ليضعنا في آخر التطورات والمستجدات هناك تفضل خالد نعم وأكد على ما قاله سعادة المقدم قبل قليل بأن الحياة تقريبا بدأت تعود بشكل تدريجي إلى هذا المكان وتحديدا صناعية السيارات هذه الصناعية طبعا يجتمع فيها مجموعة من ورش السيارات وأيضا معارض السيارات إضافة إلى منطقة تشليح السيارات وهي مكتبة الحقيقة في المدنيين وأيضا المقيمين الذين اختصوا بهذا المجال حتى الذين يأتون إلى هذا المكان يأتون لغرض السيارات فقط باختصار هذا المكان ليس له أي علاقة بمنطقة عسكرية أو غير ذلك إنما يؤكد بأن ما تقوم به جماعة الحوثي وصالح أنه استمرت على انتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان وكما ذكرنا في وقت سابق بأن الحوثي اعتاد على هذه الانتهاكات من خلال ما يقوم به من مقذفات عشوائية غالبا كانت ما تصيب المزارع هذا اليوم فقط سقطت على هذه المنطقة التي تعتبر في الجهة الشرقية من منطقة نجران كما ذكر المقدم قبل قليل الآن تقوم الجهات المختصة برفع المخلفات بهذا الموقع والحياة كما ذكرت في وقت سابق الآن أشاهد أمامي طبعا الدفاع المدني وأيضا الهلال الأحمر قبل قليل تواجد بشكل مباشر بعد الحادث مباشرة وأيضا بعض القطاعات الأمنية وأيضا الصحية إضافة إلى تواجد شركات الكهرباء التي تقوم بدور مساند كبير أعيد كما ذكرت في وقت سابق بأن الحياة بدأت تعود تدريجي إلى هذا المكان نعم خالد إذا كنت تسمعني هذه المرة الأولى فهمت من كلامك أنه يسقط مقذوف في هذه المنطقة تحديدا نعم لأول مرة طبعا يسقط مقذوف سبق سقط مقذوف قريب من المنطقة هذه لكن أكثر ما أثر على المنطقة في وقت سابق أتكلم عن ستة أشهر كان الشضايا الشضايا التي خرجت من المقذوف هذا المقذوف الذي سقط قبل ساعتين تقريبا أو ثلاث ساعات الشضايا هي التي أثرت على كامل الموقع خالد بحكم أنك موجود في موقع الحدث ردود الأفعال التي حصدتها وشاهدتها من المواطنين تحديدا هل كانت هناك حالة من الخوف؟ نعم كما رصدتها أنا قبل قليل أهى تفضل رصدتها أنا قبل قليل حقيقة من المواطنين وحتى العمال الذين متواجدين هنا كانت ردود فعل صاخطة وغاضبة من هذا التصرف الذي يعتبر تصرف بصراحة ليس غريب على جماعة منقلبة وجماعة ليس لها أي هدف سوى إحداث بلبلة وشوشرة نعم أشكرك موفد الإخبارية من نجران كنت معي خالد الربعي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر